وعلى ضوء ما مر ذكره من نصوص قرآنية نفهم النصوص الأخرى لأننا قلنا لا بد من عملية الترتيل والتقليم الترتيل بمعنى جمع هذه النصوص الموجودة في القرآن ذات الموضوع الواحد ومن ثم القيام بعملية تقليمها بمعنى ترتيبة حسب الأولوية حتى يثبت عنها نصوص معينة اللي هي محكمة وبالتالي نصل إلى مفاهيم محكمة نستخدمها في فهم النصوص الأخرى الجزئية ونوجه المعنى حسبها ولا نتبع معاني جزئية لا منظومة لها التي هي لها علاقة فقط في سطحية النص ولها علاقة بما هو شائع بين الناس فهذا ليس علما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فالله خلق الناس وكلمة الناس تشمل الجن والإنس وقد خاطبهم الله معا بخطاب واحد قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ جِنْ وَإِنْسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ أُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وهذا يدل على أن الجن من الناس مثل أن الإنس من الناس فمن هم الناس الجن؟ إنهم الفئة التي تعيش في المجتمع بشكل خفيف حركاتهم وأعمالهم لا يظهرون غالبا لبقية الناس مثل رجال الأعمال والقيادات وغيرهم ممن يتحكم في شؤون الناس ومفاصل المجتمع وهذا ملاحظة في الواقع لمن يعيشه فيخبرنا الله أن هؤلاء الجن والإنس كلاهما مخلوقان لممارسة العبادة التي تدل على الحرية في الاختيار لأن كلمة عبد من كلمات التضاد في ظهوره فيوجد عبد الرحمن ويوجد عبد الشيطان أو عبد الطاغوت والكلمة أتت منفردة ليعبدون لم تحدد جهة العبادة وهذا يدل على دلالتها على الصورتين معا بمعنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليمارسوا العبادة باختيارهم الحر أن يكونوا عبادا لله أو عبادا للشيطان أو الطاغوت وقال تعالى وَقُلِ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ونجد في القرآن كلمة شيطان وهي من شيطة التي تدل على بعد الشيء بشكل عشوائي دون ضابط ومن هذا الوجه يقال لمن ابتعد عن منهج الله وشرعه شيطان وذلك لتحركه في الحياة بشكل همجي دون ضوابط تضبط سلوكه ونقول عن الولد المؤذي في حركته ولا يقف أبداً شيطان إذن كلمة شيطان هي صفة مثل كلمة الجن وليست اسم جنس يعني لا يوجد كائن قائن بنفسه اسم شيطان كمخلوق لا كلمة شيطان صفة مثل كلمة الجن بالضبط ويمكن أن تتحقق بالإنس ويمكن أن تتحقق بالجن بحيث الإنسان الجني صار يجمع صفة أخرى مع صفة الجنية هي صفة الشيطان بمعنى أنه يوجد إنسان جني ولكن ليس شيطان إنما هو جن صالح ويوجد جني شيطاني لأن ليس كل من اتصف بالجن هم شياطين فيوجد جن صالحون وآخرون كافرون قال تعالى وأما منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وكذلك كلمة إبليس فهي من بلسة التي تدل على جمع مستقر يتحرك ببطء لازم ينتهي بحرك حرة وتظهر هذه الصورة من خلال الشيطان إذا وسوس ومن ثم يجمع نفسه ويفر متسللا إذا ظهر الحق قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فهذا الشيطان الوسواسي يقوم بالوسوس في صدور الناس بمعنى أنه يقصد الذين يتصدرون قيادة الناس ويحاول أن يقلب الحقائق وينشر الفتن فإذا كشف أمره أبلس إذن فكلمة إبليس صفة يمارسها الجن أو الإنس من الناس قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فالذي يوسوس هو الشيطان سواء كان من الجن أم من الإنس والذي يوسوس لآدم هو من نوع الجن الشيطان أي من طبق متسلط من الناس ذات النفوذ قال تعالى وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا أبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني انتبهوا إلى كلمة ذريته التي ترجع إلى إبليس إبليس وهو جن شيطاني وله ذرية بمعنى له أتباع وله تكاثر والمعروف أن الملائكة لا تتكاثر وليس لهم لا أتباع إطلاقا بينما هذا الكائن الجن الشيطاني يتكاثر وهو يدل على أنه من الناس فالصفات الثلاثة الجن والشيطان وإبليس قد تحققت به ويقوم بالوسوسة أيضا في الواقع النفس الأمارة بالسوء يعني يوجد عندنا نحن الآن كائن كائن خارج الزهن الإنساني لهو من الناس يتصف بهذه الصفات الثلاثة الجن والشيطان وإبليس ويقوم بالوسوسة فوسوسته خارجية ليست من داخل الإنسان طيب ألا يوجد وسوسة من داخل الإنسان نفسه؟ نعم يوجد قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إذن النفس نفسه تقوم بالوسوسة أي نفس؟ النفس كلمة كبيرة تشمل عدة أنظمة وأجهزة في النفس منها الوعي منها الشهوات وإلى آخره فإذن هنا مأصوص فيها إيش؟ الجانب الشهوات المتعلق بالهوى هذا الجانب بالنفس هو الذي يقوم بوسوسة للإنسان نفسه قال تعالى وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٍ فإذن الوسوسة الخارجية تكون من شيطان جن أو إنس والوسوسة الداخلية تكون من نفس الإنسان الأمارة بالسوء قال تعالى يَا بَنِي آدَمَا لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْأَتِهِمَا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فيجب أن لا نفهم هذا النص بشكل سطحي فالنص يتكلم عن الرؤية الذهنية من الرأي وليس عن الرؤية العينية وبناء مفهوم أن هذه الكائنات شبحية لا يمكن رؤيتها لا علاقة للنص بهذه الفكرة إطلاقا قال تعالى تقريب لفكرة الرأي فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى بمعنى أن رأي الشيطان وأتباع فيكم غير رأيكم فيهم وذلك راجع للمفاهيم التي يحملها كل منهما فالمؤمنون يرون الناس بمنظار الحب والاحترام والإنسانية بينما الشياطين وأتباعهم يرون الناس من منظار الكراهية والحقد والحسد والإزدراء لهم وكلنا نعلم كيف صرح مثلا القزافي عندما قال لشعبه ووصفهم بالجرذان وهي نظرة إزدراء وعدم قيمة نظرة تدل على الكراهية لهم وكما سرح رئيس آخر بأن الشعب هو عبارة عن فيروسات هذه رؤية السادة الجن الشياطين للناس وهي مختلفة عن رؤية الناس الشعوب إليهم فيرونهم ناس عظماء وفضلاء فإذن الشياطين وأتباعهم يرون الناس من منظار الكراهية والحقد والحسد والإزدراء لهم لذا كان لكل منهما اتجاه في الرؤية يختلف عن الآخر وهذا دافع لأن لا ينخدع المؤمنين بمظهر الشياطين وكلامهم المعسول ورسم البراءة على وجوههم والابتسام الصفراء الباهتة ويجب أن ينتبهوا لرؤيتهم الشريرة وصلنا إلى كلمة عفريت تدل على قوة الإنسان بشيء ما وإتقانه له نحو قولنا إن زيدا عفريت في البناء أو عفريت في ميكانيك السيارات وهذه الصفة يمكن أن نتصف بها الإنس أو الجن قال تعالى قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين العفريت في النص كان من الجن بمعنى أنه من الساد الغرباء الذين أسرهم النبي سليمان وكلمة عفريت تدل على أنه كان من الماهرين في النجارة أو ما يلزم لصنع العرش ولم يقصد العفريت أن يسرق العرش لننظر أيضا لصفة الجن والشياطين في المجتمع ماذا يفعلون؟ قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا والنص واضح بتحديد الفئة التي تشارك الإنس في الأموال والأولاد وتمارس عليهم الوعود الكاذبة هل هم كائنات شبحية غير مرئية؟ انظروا إلى المجتمع من هي الفئة التي تشارككم في الأموال وفي الأولاد؟ ولا يعدونكم إلا غرورا وكذبا من هم؟ هذه الجهاد التي تشارك في الأموال والأولاد الفكرة واضحة عندكم لمن كان له قلب وينظر إلى المجتمع بتفكير واعي هذه القوة غير موجودة عند الناس الكائنات الشبحية إلا بالذهن فقط لو أرجعتم هذه المشاركة في الأموال والأولاد إلى الكائنات الشبحية فمعنى ذلك أنه يتم خداعكم ويتم سرقدكم ويتم استغلال واستعباد أولادكم سواء في خدمة الجيش أو بالعمل عند المؤسسات بأجر زهيد لا يذكر فأنتم وقعتم بفخ الخديعة وتم استعبادكم جميعاً وتوجهون حقدكم وكرهكم وأعتراضكم إلى قوة خفية ذهنية وهذا ما يريده الجن الشيطاني هكذا يريد أن يقنعكم حتى تتوجه ممانعتكم باتجاه عدو شبحي وتقاتلون طواحين الهواء فانتبهوا يرحمكم الله أيها الناس حذرنا الله من كيد الشيطان وتدليسه وأخبرنا أن رأيه فينا يختلف عن رأينا فيه فهو عدو مبين يخطط لنشر الفساد والرذيلة والظلم والاستبداد والاستعباد للناس قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هل يحذرنا الله من عدو شبحي غير ممكن معرفته وغير قبل المشاهد العينية انتبهوا يرحمكم الله وبعد تلك الدراسة لمفهوم الجن وصلنا إلى أن النفس هي كائن جني